هل يجوز للزوج أن يغفل زوجته من الجنبى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فقد أجمع أهل العلم على أنه ليس أي جزء من بدن الزوج عورة للزوج وكذلك أي جزء من بدنه لها وأنه يخل لكل واحد منهما النظر إلى جميع الجسم الآخر ومسيح حتى الفرج لأن وطأها مباح فيكون نظر كل منهما إلى أي جزء من أجزاء الآخر مباحا بشهوة وبدون شهوة بطريق الأولى واتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج مس فارج زوجته والأصل فيه قوله تعالى هو الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وروا أحمد أبو داود والترمذي عن بهز بن حكيمة أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذري قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ولأن الفرج محل الاستمتاع فجاز النظر إليه كبقية البدل في الصحيحة الحديث عائشة رضي الله عنه قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي وهو نص على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته من الجنابة والله أعلم